السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في الفيديو اليوم تكون بسيطة في الصراحة مكونات لهم مبساط وموجود في أي بيت نحتاج الماكرونة كما تشوفوا أي نوع لباسك نحتاج البيض نضيف الماء نضيف الماء نضيف الماء نضيف الماء نضيف الماء ثم تسلقوا نضيف الماء ثم نضيف الماء نضيف الماء الضيف الساحل كما تشوفوا معي انا هنا اراني درسها في الميقلات تقدروا احتف في المول و تدخلوا على الفران ولكن في المقلف سراحة تكون اسرع ففي الميقلات تكون احسن هنا كما تشوفوا معي نستمتها فقط بالقليل من المعدنوس و شوية الفرماج تقدروا تضيفوا لها زيتون كفتاتون اي حاجة عندكم تضيفوها الخضر مقطع و مش حرف مع شوية ديال زيت العود و الملح و وفلفل اسود اي اضافة كتجي في صراحة بنينة فيها و كتجي ساهل احنا عادة كنديروها ببتاطا ولكن عاوض فاش نقشر ببتاطا و مسلقه كل شي فهادي اللي بات كتجي اسهل و حتى بتنسيم هنا راني نستمتها فقط بالقليل من الفلفل اسود وهنا يدرتش القليل من الكوركم تقدروا تضيفو الكامون و القصبر اي اي توابل عندكم في الدار فهي كتجي معاها مزيانة هنا نحاولو نحرركم مزيان باش نخلطوا العناصر كاملة فقط كما لاحتوا معي ندرت الفرماج و حتى نحن نضيفو كطبقة لطبقة لغسطة لانتلسقش ليه في المقلاء حيث يمكن تكون مقلات ماشية في المقلات اللاسقة حيث يمكن تضيفو كتجي من المقلات الاتيالة نحويلو نضيفو كتجي من الفرماج و ننخلطوه في نفس الوقت معاهم سوف اتخلطها كاملة نضيفو كتجي من الأمضاء و نجد مقلات نضيف مقلة برده نضيف زيت المعيدة نضيف زيت المعيدة نضيف مقلة برده نضيف مقلة برده نضيف نصف الكمية نضيف مقلة برده نضيف مقلة برده نضيف مقلة برده نضيف مقلة برده فقمت من الضيف نضيف مقلة برده نضيف المحض نضيفت الطبقة الثانية نضيف البعض نفقتين برده نضيف البعض نضيف زيت المقلة نغطيها 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 نقلبها نقلبها نغطيها نغطيها نقلبها نقلبها طريقة في الفران يجب ان تحضرها في اخر لحظة تحضرها في اخر لحظة تحضرها في اخر لحظة تحضرها في نهاية الأسبوع تحضر كمية تحضر كمية كافية اشتركوا في القناة لا تنسوا البرداج تحضرها في رعاية الله والسلام عليكم